السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شاهد الفيديو جيد كل يوم في جميع المدلات الفيديو النهاردة عن ايه عن ايه كنا كنا عمين فيديو عن الصبون السائل قبل كده وردوك هاجيب عجينة المهم العجينة ديه ان واحدة صحريت الاسبوع اللي فات الاسبوع القبل اللي فات قالت لأ انا غايب عجينة وعملت معي بريل جميل قلت لها نوع حلو قالت لأ اه قلت لها بينظف اقولت لها بينظفة لها بيعمل حساسية في الاسوق وقلت لأ المهم انا لفت عليها في المحلات particularly المهلات intimidating مع الصراحة لم اقتلابه في محلات كبيرة ملابهاش الملديس في ملديس في المنائة لكنه من زمن قريب يعني انا انا فان في الصفحي المحلات الكبيرة التي تلقي بها JUST مظهر التي اعتدد Adriani فان اتدخل participated اا اه انا سنزي بذلك لان انا سألت ناس كلها مفيش محل قديم او 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 صاحبه كده يعني ايه رجل عجوز كده وهو الوحيد اللي بيباحه في البلا فانت ما تجي تسألي عليها ديت مش بعشرين هو بيباحها بخمستاشر يعني هو مكتوب عليها عشرين وبباحها بخمستاشر حتى سألت ناس كتيرا جايبنها قالوا لا جايبنها من عند الرجل جيران الرجل محل العترة ده محل المنظفات ده قالوا لا هو بيباحها بخمستاشر فربنا بارك له يعني عمتها خلاص طيب العجينة بتاعتنا بخمستاشر جنيه بتعمل تمانية لتر تقيل وهي خفيفيته العشرة لتر هنشوف بقى اسرار اللي عجينة مع بعض ونعملها ازداد انا بس اول مرة هفتاح معاكم بس كل اللي جربها عملها يعني ايه بستان ما نزبط بقى الشغل بتاعنا كده هدش هنا هاد المقص نفتاح بقى مع بعض ورسم الله احنا مرحيم انا عمتش العجينة ده قبل كده انا بس معاكم هفتر الصراحة بس ما جربت هاضش سانيا واحدة كده انظر لتر في السائل غريك فيلو خلي بالك اهاو طب هنعمل لتر ازداد ايه شافش ايه شافش اخلاط عندك لازم اتراج الليتر اهى هامله تمان مرات من الشافش اتاها تمانية لتر نضبط الإضاءة لكي نشتغل مع بعض ونشوفها مع بعض مصبوطة بسم الله الرحمن الرحمن هيا قالوا لي ايه في منه لونين هو باللمون في لون أخضر وفي لون أصفر كواسي ما فيش أزرق ما بحبش اللون لا أزرق في الموعين لأبد اهو ريحته رهيبة 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 بجد هنفتح فتحة صغيرة وريني المقص امسك فتحة صغيرة ليه بقى عشان تنزيل الكمية كلها من حتة واحدة وتجيب إدماء الشبقاء اي حاجة عندك تقلبي بها اهو بايني لكم صاحبتي بقى اللي عملاه انا هجربه معاكم النهاردة ولو زبط معايا هجب منه قالت انا بخسل بالحمامات وبخسل بالسراميك بخلص راميك كلمة وبخسل بالبلاط وبتحط على الهدوم وطبعا في الفيديوهات القديمة اللي قبل كده اللي فعل بريل لما قلتلك بتوع المنظفات لقيت معظمهم بيجيب لك نفس المادة الخام بتاعت الحاجة ويقول لك دي برسيل جيل بس بيحط لك لوم مختلف فراحة مختلفة ما عرفش كلهم بيعملوا الموضوع ده مفتح من فوق اهوان اللي فتحته غلط يعني فيه فتحة من فوق اساسي رحته حلوة هيا ده بدل الديكسابون والطايلوز والحاجات اللي احنا ايه كنا عملينها اللي كده عمز الكريم كده الحتة دي بقى انا هاجبها احطاها في الماء يعني دي هحطاها في الماء دلوقتي ومباوشها مع بعض هبقى التني بقى اهو على فكرة رحته حلو بخمستاشر جنيه احنا ما فصلناش معه ولا اي حاجة هو باقوله هو العجينة اللي بتعمل برجل وطاقة على الارض هو الديهنة بخمستاشر من غير لما انفصل اي حاجة وكيس تاني هم هم كيسين وقالك في لون اصفر وفي لون اخضر اسمها هايلوكس العجينة اسمها هايلوكس هايلوكس هنجربه بقى مع العرب دي دي الرؤي اللون والريح ها ها هي الاضاءة ظلمة يعني الموبايل ظلمه رحته جميلة وللونه جميل جدا على فكرة هاملة 8 لتر مع بعض مزقاً مزقاً اماكن ثمان مرات ثمان مرات وهذا المشاء أمنا بس امنا خشب اه دقات ما أقول تلع خشب دي ملوح خشب أي حاجة هنمنا ثمان مرات يلا نبتد معا نحط مع بعض اول لتر اهو في اللتر بتاعنا هوا لغاية اللتر هوا ادي الله واحي بس كنا راح معا هنعير ثمان مرات أدي الثاني أدي الثالث أدي الرابع نظر الى 8 اربعة ما راح نوقف نى عند اربعة خمسة ستة سبعة لو لقيت تقيل معاك بس هقولك ما تخففوش لا هفاهمت لا هقولك ما تخففوش باي حاجة خشب ما تخففوش لا لان اصلا بتاع المنظفات قال لنا في الصيف ما تغطوش المنظفات دي لانها لونها بتسود والحيط هتغير لا لان الجو حر وتبقى محتاطة في البلاستيكات فبتتفعل مع بعضها يعني الكمية بتحتك دي مش هتقدر توزيعيها على برطمنات وازاز البيبسي كولا اللي احنا بالنعمل بها دي مش هتقدر توزيعيها في ديت هاركنها جنبي هاركنها في جنبي مثلا في جنبي اي حتة محدش بيوصل لها وخلي بالك من العيل الصغير اللي حسين يفتكروا عصير او ينزل دماغه فيه هتعمله تسمم طبعا فده مش هنعرف نحفاظه لازم هيتنيه في الجردل كده والجردل دي يبقى مفتوح او هتحط مثلا نص الغطع الجردل كده فهمتني في اما الشتاء يدخل بقى والجو يبرد ممكن تعبيه وريني كده اهم بتقلبها كي تدوب الحاجة ومن الرقوع بتاعته ده هورها الكتاب فانت متروحش اي اي ايلا انا عايزها خفيفة أروح حط 10 لتر لا التزم بالبحرصة بتاعته وبعدين ده هو بتاع المنظفات اللي أقلبها حتى البراميل اللي وراه كلها بتاعت السابون السايل انا لم افتح البراميل كلها لاني لونها بيغير من الحار ورحيتها بتغيي وبعدين عرفنا يعني ان بسم الله ما شاء الله ان بتاع المنظفات كلهم عندهم والمواد الفعلة واحدة يعني بيجيبوا مثلا السابون السيل ده وبعدين يحط لك عليه رحة لفندر وبرسل جيل وليك برسل جيل ويجيبوا لك ويحطوا عليه لونه بيض ومش عارف ايه وقال لك مش عارف ايه فكله نفس المادة الفعل نظف البتاعة يعني خلي بالك اهي وده من التقليل هستخدمكم هستخدمه معاكم في الطبق دلوقتي هسيبوا يريح بقى بجنبي كده عشان الرغوة بتاعته تطرح وتشوفوه وهورهولك ونصل بالموعين دلوقتي بس ما تسقلع في المحلات ما تسقيش مش كل المحلات بتجيبوه ليه لان كل المحلات بتستفاد من انها ببيع كيلو واثنين كيلو وثلاثة كيلو سايب مش الناس كلها ايه ببيع كيلو فانتي هتلف شوية حلوين على ما تعرفينه اهو بسم الله مساء الله ورحته رحته جميلة 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 هجربوا واسيبو هاركنوا مسلا ساعة ولا اثنين الرغوة بتاعته طيبك واجربوا معاكم بعد مرور نص ساعة انا مستني الرغوة هنا تهدر خلاص تقيل تقيل خلي بالك بص انا حطت الكيس اهو اللي باقي فيه العجينة في العجينة كده كده خلص يعني بس ايه بس باسم النامش عرش تقيل اهو جبالك من بعيد تقيل خلص بقى زي البريل في الازازة خلاص هاجه اجيب بقى شوية حطهم في عبهم في الازازة ونستخدمهم مع بعض اهم حاجه رحته رخيبة انا بحب رحة اللمون مع ان رحة اللمون لا تدل على جودة المنتج بريحة والرغوة ما تدلش على جودة المنتج خلي بالكم النقطة دي عندك المسائل في الوتوماتيك بينضف احسن من العادي مع ان العادي في رغوة احنا باللي تربين عليه ان الرغوة دي حاجة مهمة هي الرغوة مش حاجة مهمة خالص وما رجعه بالمنتج ولا الريحة لها دعوة بالكفاءة المنتج المواد اللي بتنظف ديها ما رجعه من الرغوة ولا بالريحة بس ايه احنا نفسيا بنحب الحاجات اللي اللي هي ريحة انا وانا بحب اللون الاصفر اوي وبحب رحة اللمون ما بحبش البريل اللونة زرق بعصبني المهم يعني ايه يلا بقى نشوفهم مع بعض كده اهو تقلت خلص احنا اتفقنا مش هتغطي الحاجات دي ما بتغطيش في الصيف فقط ستركناه في حتة عبارة ليلة الصغيرين عشان ايه المصايب اللي بيعملوه وحد شيف تكره عصيره يشربه يموت في ساعته اهو الشيء بس يتقل جدا على فكرة وكل ما تسبيه بيتقل على فكرة لان المواد بتاعته بتنتشر بيبقى عمل تقل خالص كده فانا من رأيي ما تخيفهوش الا في الازاز يعني ماذا تستحط في ازاز تربريه لخيفه في ازاز تربريه وصي بقى مفروض تسبيه شوية حلوين عشان ايه يعمل معاك ويبتعل معاك ويتفعل معاك هعبي معاك في ازاز تربريه عندي اوكسي اهي يعني اوكسي بخمستاشر وبرريه بخمستاشر وسعب يبسل عشرين ده لو حسبتي مثلا انه زي الكيلو السايب السايب في مهم من خمسة الاثناشر بيبقى حسب المواد المعمولة فيه انا هجربه باسم الله الرحمن الرحيم وشوفي وصيبتي الديد داني انا كنت بحاول اسيبه لغاية الكيس طبعا اللي فيه ده لما كان العجيني هنغطيه مثلا ممكن تعمليله الغطى بتاعه وتخرام الغطى بتاعه من فوق عشان ما يسودش منك ويبوز منك او تسيبه ماكشوف بس في حتة كواليس يعني في حتة ايه ما يتكونش فيه نام للأكلام ده بس بقى رس بس 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 وكلما نسيبه بيتها هستخدمه دلوقتي في الألمونيا طبعا انا طبعا طول وقت بقولي ملكيس جعوة بالرغو ممكن يتزاودي بقى 10 كيلوم مية بس تزاودي في مية احسن في البدع ده شوفيه بسمك الرحمن الرحيم استنيين لا جميل والله شوفيه بسمك الرحيم مصنة بسمك الرحمن المتقيل القشرة اللي نزل ده قشبة بس بس الخشبة اللي أنا كنت بعمل به بادخل وسط البس بس بس هجربوا معكم دلوقت رهيبة جميلة ده اللي انا بعمل ده ده اللي احنا عملين من غير بقى واجع دماغ ومن غير حاجات كتيره لو طلب حلو معاين دلوقت ما انا بستخدمه ده اللي انا بحطه في الموعين وابقى عغسل ده الحمامات ويتخلي الحمام يلمق اسمحك ده ايه ده ايه خالص اجيب با ايه بس انا ما اجيبش في طبقه ما كان نحط عايز ينغسل نجرب بقى نغسل ونطف فيه كده رهيبة مع بعض بقى طبعا انا كده كده عندكم موعين ونجربه في الطبق لقلمه هو مدهني مكانه دهني اهو بسرحوا من الاحيان اهو انا طبعا ما بستخدمش الكبيرة دي لانها تقيلة على قدقية فبجيب ازازة صغيرة بتاعت كوفيكولة وخرومها من فوق كده الطبق مكانه دهني الاضحية وكفتة وكلام كتير لأ حسنا الحاجات بمدهننا لان الحوض كان فيه حاجات كتيرة مليانة به فان السلكة تمشي فيه وتنقامه من تحت الهرحات اهم حاجة تشتوك المواعين كويس او ممكن تحت تخلي مع الازازة ديت لان الخلي الوحيد بمشير المادة اللي بتنزق في الاتباق على فكرة حالة استنى منجر الحاجة تانية ديت بس دي كبيرة او مش هارف اعملها الحالة ورغوته يعني حلوة يعني انا احطتش باي صغيرين طبعا احنا قلنا الرغوة مش المقياس بس شغالة يعني انا احطتش تانية لأ حلو والله حتى الازاز عملت نضب 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 و لو سبتي شوية بيتقل عن كده كمان يعني انا اقول لما سيبه قليه يتقل ويقول لك اه يا المادة الفعالة بقى بتتفعل مع المياه و نضب نضب حلو والله ما شاء الله طيب نجيت كبات انا بعرف ان اضفت الحاجة من الكبات نضب والحاجات دي كلما لنا دهون لان انا كنا بنعمل من الكفتة والدهني بقى متسيح في كل حاجة وبيرمو في الفلحاج وخلاص نضب و احنا عملنا 10 كالو مثلا لو انت زودت 2 مياه 10 كالو اهو و ده لو هتستخدمي في قوي فعلينا في كاما انا جابه للبداع ب5 مياه طفق والله بجد جميل لا لا هاجب منه بقى انا قدت عايزة اتضربه الاولة ممكن اجيبه اعمل كلمية و كده كده هي موجودة اصلا يعني مش محتاجة كلمية ولا مش كوية لان مثلا واحدة زي بتجيب مثلا بتستخدم كتير لما انا اجيبه اعمل عندي في 15 جنيه طب هو بتاع المحالة يكسر ايه انت فين بيقى هون بياخدوها من النقطة دي لا تجربة جايدة والله في مكان البيض البيض انقعيه في مياه اخذ طبق نخسله بقى كده و احنا كده عمله انبسطنا بالتجربة اطلعت نجح فنده جيبه اهه مكلفة بذبته بالرحم احنا بعمل بذبتة في اللحم احنا قدام البدعكة جاند ندع البدعكة الحلوة احنا بالتلمح عايز انا بطل ده ان انا عادة لمع الالمونيا دي هي ديئتين وهياخدو نفس الطبق جميل جميل لأ جربيب جد ومعاك الاسم ومعاك التمن ومعاك كل حاجة ومعاك الطريقة وشفتيها سمانك جربيب ومتعجيبك بسم الله ما شاء الله جميل والله بتقيل خالص يعني اه ما شاء الله اجمانا كنا افاتيك في الفيديو صغير له لو افاتيك معلومة صغيرة شايرة الفيديو وحطيلي لايك واشترك معايا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله